شهدت الفترة الأخيرة مجاواسعة في سوء الانتقالات الصيفية سواء للاحتراف الداخلي عن طريق انتقال لعبين من نادي داخل مصر الأندية منفسة أو انتقال لعبين للاحتراف الأوروبي وأصبح فيه دور قوي بيلعب وكلاء اللاعبين في إتمام هذه السفقات من خلال علاقات قوية بتربطهم باللاعبين ومجالس إدارات الأندية خاصة قطباء الكرة المصرية الأهلي والزمالك وده بيترتب عليه عقد صفقات سوبر للأبيض والأحمر تامر النحاس وكيل اللاعبين من أبرز الوكلاء اللي بيتحكموا بشكل كبير في عالم انتقالات كرة القدم فبيلعب دور حيوي وهام للغاية كل موسم سواء في المركات الصيفي أو الشتوي لعب ناشئين الصيد والأهلي ثم انتقل للمنصورة فكان انضموا مهم خلال مسارته الكروية وانتقل للزمالك في صفقة كبيرة بلغة 100 ألف جنيه وقتها كمان لعب مع المقاولون وقدم موسم جيد وحصدوا فيه دوري أبطال أفريقيا 96 وارتدى قميص نادي المصري البور سعيدي وحصل معاه على كاس مصر موسم 97-98 فشارك النحاس في الشوط الأول من مباراة النهائي وتقلق خلال فترة التسعينات بقميص النادي المصري قبل ما يعلن اعتزاله ويتحول لوكيل لاعبين وأصبح أحد أشهر الأسماء في هذا المجال بيحل تامر النحاس ضيف على برنامج البريمو ليكشف العديد من كواليس صفقات قطبا القرى المصرية ورأيه في سوء الانتقالات الصيفية المقبلة اتبرع ولو بجنيه حملة أطلقها الكابتن خالد الغندور من شوي على قناة نادي الزمالك ووفقا للتصريحات الصادرة عن الكابتن خالد الغندور طبعا واحد من أهم النجوم في تاريخ نادي الزمالك أن نادي الزمالك يعني في حاجة إلى التكاتف أن نادي الزمالك أسرى واحدة حسب الكلام اللي تقال من النجم خالد الغندور بيطالب فيها جمعين نادي الزمالك بالتبرع ولو بجنيه في حملة بشوفها أتحفظ عليها بشكل كبير جدا وتضر نادي الزمالك من وجهة نظري من الناحية التصفقية خليني كمان قبل ما رحب بالضيف الكبير جدا أتقدم بالعزاء لنجم الكبير الكابتن أحمد شبير طبعا الإعلام الكبير ونجم الأهل ونجم الكرة المصرية اللي أصبق في وفاة شقيقه الأستاذ عصام شبير بعد معاناة وبعد صراع طويل مع المرض بس أرى ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمدوا برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان وبعد ذي طبعا كل نادي الطنطة برئاسة الأستاذ فايز عريبي أروح بقى للنجم الكبير ويعني صاحب الخبطات الجامدة زي ما احنا كده بنجتهد في الصحافة هو صاحب الخبطات الكبيرة في الصفقات وفي انتقالات اللاعبين لكن اللي الناس ما تعرفوش كمان عن تامر النحاس أنه كان لعيم مميز جدا خد بطولة كاس مصر 97-98 مع النادي المصري خد بطولة كاس أفريقيا مع نادي المقاولون العرب فلكن هو كمان يعني بيعرف الكلم كويس قوي فالحلقة دي هتبقى بالنسبة لي متعبة جدا كابتن تامر برحب بي بالعكس الله يكرمك حبيب تبقى جميلة إن شاء الله ده أنت منور ربنا يكرمك أكبرك كويس الحمد لله لعبة الكرة أحلى وليلا وكالة اللاعبين أفضل اللاعب أمتع أمتع اللاعب أمتع ومسؤول عن نفسك وعن أداءك وبصرف الفلوس في وكالة اللاعبين أفضل حاليا في اللاعبه كويس لا أتговرج paralyzed أنا بقولك في وكالة اللاعبين كويس فلوس اللاعبه كويس لكن طبعا لا اللعب أحلى كتير في الآخر أنت مسؤول عن نفسك بشكل أو بآخر لكن في الوكالة أو في الشغل انت عارف كل مجال بالذات اللي فيه فلوس وفلوس ممكن ما تبقاش فيها جهد جامد قوي يعني ما بنعملش جهد جامد قوي فبتبقى فيها المشاكل الكتيرة برضه بمعنى يعني هادي المشاكل انه ممكن مثلا لو احنا اتكلمنا على مهنة الاعلام الاعلام عشان تبقى اعلامي فيه ممكن تدرس اعلام او تتشتغل فترة طويلة جدا فتبقى مؤهل وتاخد كرسات لكن احنا شغلتنا ممكن اي حد يشتغلها مؤهل او ايه مؤهل لعب كرة او ملعب سكر اي حد شايف انه بفت في كرة القدم بيجي يشتغل انا اول ما اشتغلت في الوكالة 2004 يعني كان فيه كذا حد الله يرحمهم بقى كابتن جلال محمود وكابتن مونير حسن اللي هم اللي يعني ظهرين وبعدين انا جيت وبعدين اتباعا جيه ممكن قعدنا 7-8 سنين 5-6 اللي بيشتغلوا حاليا انا مش عارف عدد الناس عدد الوكالة او السمسرة خلينا اقول الوكالة غير المعتمدين غير طبعي عدد كبير جد وكله بيقول نفس الكلام طب هالحد درس هالحد لعب هالحد يعني عمل حاجة مختلفة شوية ممكن يقلده وبعضهم ينجح لكن انك تبقى عامل تأهيل وانا شايف ان اتحاد الكورة عندنا يعني لم يضع اي معايير او حتى تدريب او تطوير للجزء ده هو بيعتبرك يعني فيروس مش يعني مش مبسوط منك او احمد بجاهدت لو بيعتبرك لا احمد لسه احمد لا احمد جميل احمد كان زميقى في الجامعة احمد كان هندسة بس كان كيمية انا كنت مدني نفس جامعة القاهرة لكن احمد جميل وفاهم لكن انا بكلمك على مدار العشرين سنة اللي فاته مفروض يتحط لوايح يعني احنا يعني لو انت مثلا هنكلم في كل حاجة في اللوايح احنا لوايح شوية لعبين قديمة جد لاحة كلها لعبين عندنا احنا في مصر قديمة جد يعني منغيرش حاجة وكلها لا تصلح انك تشتغل بيها ولا تقلل المشاكل ولا تحل المشاكل فانت عندك مشكلة انك انت مش بتعتبر الوكلاء عنصر من عناصر اللعبة مؤسري اذا يطلع اوروبا مثلا هتلاقي الوكلاء ليهم قيم كبيرة جد قيماتهم كبيرة جد لانهم يمثلوا اهم عنصر من عناصر اللعبة مع الفارق في الثقافة بقى انت بتكلم على ثقافة برا للعبين او للاندية وإدارتها ثقافة مختلفة عن عندنا شوية انت بتحارب عشان تقنع الناس احنا كنا زمان لما ليجي نتفاوض لحد النادي يبقى مستقرب جد طبعا يعني لا مش نقوله كده لكن هي فكرة كلها طالما طرفين بيتفاوضوا فالطرف مفيش كافة متساوية يعني لاعب متعلم نص نص أو غير متعلم نادي بقى في مجلس إدارة وفي إدارات وكده فالتنين دول بيتفاوضوا مع بعض إزاي تعمل بالانس في هذا التفاوض غير بوجود من يمثل ده من ولي أمر أو من محامي أو من وكيل عشان يقدر بقى فأنت ده مش في مصلحتك فأنت بتحارب هذه الظاهرة مع أن حاليا في الفترة الأخيرة بتالت الأندية تفهم الدور ده بقى بعض الأندية تستعين بوكلة كمان يبقوا ممثلين ليها عشان خاطر يقدر يحقق نجاحات ويقدر يجيب اللعبة بسهولة ففي تطور لكن أنا بكلم عن تطور الشامل الانتحاد الكرة يضع لوائح واضحة ويد الحقوق عندك شكاوية إسلام في الاتحاد بقى لها عشر سنين وقرارات بقى لها 8-9 سنين ما بتتنفسي طب يعني إيه القلية يعني إيه اللي هيخليني أنا كوكيل ألجأ ليك وإنت بتطلب مني خلي بالك مثلا ديك المسأل الاتحاد الكرة عامل عقد الوكيل عقد النادي لعبه نادي من جنيه النادي يروح يشتري من جنيه عامل العقد بتاعنا كوكيل 500 جنيه العادي ده بيتطبع ب3 جنيه 5 جنيه طب أنت عامل ب500 جنيه بجيشتريه ومضي لعب وحطه عندك وبعدين يحصل بيني وبين اللعب مشكلة فجأة عامل شكوى ما تنظرهاش بالسنين ولو نظرت فيها ما تنفسي قراراتها بالسنين طب يبقى إيه القلية ضع القلية احكم بيه المخطئ مننا يحصله طبقا للليحة والمجيد واللي ليه حق ما ياخده الوكيل ها فيروس بالنسبة لإيه بالنسبة لاتحاد الكورنة بالنسبة لبعض الأندية وبالنسبة لاتحاد الكورنة زي ما قلت لك مش يعني أنا مش شايف أنه احنا محطوط لنا أسس أو لوائح أو تنظيم أو حتى ضمار لحقوقنا مع أنه فيه جهد مبزول كبير يعني معظم من انتالات الوقت قلنا والموكلة بيتبعوا مين يا كابلت يتبعوا اتحاد الكورنة طبعا لا حتى الاتحاد الدولي لما غير الموضوع من وكيل الوسيط أعطى كل اتحاد الحق في أنه هو يعمل اللوائح اللي تناسبه بما لا يخالف لوائح معنا محطوط زي ما الاتحاد الكورنة بتديك لوائح ويجي يقولك حط بقى لحة نظام الأساسي بتاعك حط لحة الوكلة بطريقة لا تخلف بها البنوت دي وطور بقى أنت برحتك وحط النظام اللي ينسبك فيه بلاد كتيرة طبقت نفسها لحة الفيفا القديمة وسوتها بسببتها اللي تتابع لأن أنا كنت وأنا بشتغل أنا تابع للفيفا من بعد الوسيط أنا تابع للاتحاد المصري بتاعي بس أقدر أشتغل على مستوى العالم فأنت المسؤول أنك تحط فأنا تابع لك بدليل أن أنا لما بيحصل لي حاجة بلجأ لك أنت وهكذا فهو التابعية دي لو أنت النهاردة تعاملت معنا عنصر زي الأندية وزي اللاعبين وزي المناطق وزي كذا وبتلت تنظمني وتنظم العمل وتنظم حتى العمل يعني أنا ما بزعلش إما وكلة مش معتمدين يشتغل ده رزق ربنا صلى الله عليه ربنا يكرم الجميع بزعلش خالص بالعكس ونص الوكلة كانوا سمى مصر قبل ما يبقى وكل وزعلنين قوي أن فيه وكلة كتير مهما كانوا كده لكن أنا بتكلم على أن نظم العلاقة عشان يحصل فيها ما يحصلش فيها مشاكل لأن أنت النهاردة أسهل حاجة النهاردة مثلا ممكن أحد المدربين يعلق هو عنده حق أن في انتقال لعب الوكيل هو اللي بيسير القضية لأن احنا مش وقت انتقلات الوقتي يعني احنا تأثرت قضية محمد إبراهيم والزمالة مع الكابتن ضياء طب هل النهاردة وقت انتقال لا يبقى يحصل انتقال إزاي العينات ممكن تفكير لكن هل ممكن يرقى أن حد يكلم حد فالولد مستوى ينزل يعني محمد إبراهيم تحديدا كان رايح النادي الأهل السنة الفات والله طبعا اليوم في المية كان رايح فلس رايح النادي الأهل فيلر فتأخر الموضوع ومشآن إهاب جلال ومستوى محمد إبراهيم نزل شوية بعد ما إهاب ميشي فالتراجع الأهلي في وجود مسيماني فأصبح إيه إنه ممكن يحصل تغيير ده ثواني بس هل هو خلاص كم مخلص؟ يعني شبهة موضوع مخلصان وحصل تفاوض كمان مع المقصة والمقصة عملت بطريقة في منتهى يعني إيه خلينا نقول عدم إيه الفهم للوضع واحد اللي سأله سنة في عقده وعندك عقد في منتهى العشوائي أنا اللي بقول لا إنت أقول أنا اللي بقول شي كب لهم 8 مليون مثلا لما تعرض عليك في لعب لسهل وسنة أنت باخده ببلاش فتطلب 30 في ظاهرة غريبة جدا فإن ده مش هيحصل وما فيش منافسة أصلا عشان ومحمد إبراهيم كم راحب؟ طبعا بسواء محمد إبراهيم للأمانة برضه كان وقع ولا لا؟ لا لا كان ماسك العصائم النص شوي محمد إبراهيم للناس لا لا مش خوف يعني كان ما بين الأهلي وبرمز كده كان هو وقف في النص كده ويشوف الدنيا هتمشي إزاي فللأسف أنت تقول له من عايزك عشان يجري وراك ويجري حال فلما الاتنين أحسوا أنك ماسك العصائم النص وكده فإيه؟ فرح سروميكا ما رحش بيه لكن هو يروح أي حت ويرجع زمالك ويروح أهلي يلعف أي حت لا هو العم مايز جدا لكن هو اللي اتربى في الزمالك وهو اللي عنده جماهيرية في الزمالك زيه زي ييجي في المرتبة التانية بعد شكبالة بالنسبة للزمال كوي لكن زي جمال حمزة خطوة جمال حمزة أعتقد أن حضرتك اللي كنت لا جمال لا دا أنت عندك حاجة كتير بقى أطلع فاصل وارجع نطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم معك كنت انت برحب نحاس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كرايح الأهل خلاص انت سنة اللي فاتت يعني اه لكن انا بتكلم ان اللي وقف الموضوع هل ان كان مسك العصاية من النص لا لا بالأساس كان تأخر المخصف ان ياخد قرار ببيعه بالرقم المناسب لكل الأطراف هو كان ساعتها 8 مليون لكن هو كان طلب 30 فالتفاوض ما بين 38 و 30 صعب جدا فده اخر شوية فحصل تغيير في المدرب وحصل سنة كان فيلر مقتنع بي كان فيلر هو اللي عايزه مجي موسيماني الموضوع تغير وبعدين حصل بقى ان كان اهاب جلال ماسك الفرقة فمحمد كان متقال جد اهاب مشي حصل يعني هدوء شوية في مستوى فبرضو كل بقى العوامل دي مع بعض خالت الموضوع ما يمشيش يعني جمال حمزة مشي ليه من الاهل يعني هو كان كنا احنا خلصنا الموضوع وكان عامل موسم رائع مع الجونة وطلع منه على الاهلي انا اظن ان كانت وكلام كتير اتقال في الموضوع دوت بس لطا انا عايز الكلام المباشر والكلام الحقيقي لأول مرة لا مش هنفق يعني فيه حاجات مش هنقدر نقول يعني لان كل واحد بيقول من وجه نظره شوية يعني هو جمال بيقول انا مقدرتش استحمل واقدر اروح الاهلي بعد الزمالك ده كلام خمسين في المية خمسين خمسين كلام التاني انه ممكن يبقى الطرف الاخر شايف ان جمال له بعض الاسلوب في الحياة اللي ممكن لا تناسب الجانب دوت شكرا فالتنين اجتمعوا مع بعض وحصل بقى ان ايه لأ نخرج بس كان شيك جدا يعني برضو الدخول كان شيك جدا والخروج كان شيك جدا خلينا اقولك يعني والطرفين تفهموا وكانت الامور مستقرة وده كان افضل لجمالي يعني انا كنت شايف ان ده افضل لجمال مش افضل للاهلي افضل لاهلي ان كان جمالي كامل انه كان عامل فترة اعداد غير طبيعية مع بوتريكا ومعه يعني كان حاجة كان ممكن يبقى حاجة يعني جميلة جدا لكن ممكن الاهلي خسره لكن هو كسب انه فيضل مرتبط لان معظم من اللي ارتبطوا بالزمالك والاهلي لما بيطلعوا تكلمة الوقتي بتبقى الامور صعبة رضا مثلا يعني بحس ان فيك هذا ادخاله ولا ايه ده لا 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 ده دخاله حبيبنا شو جمال حمزة كان من اوار في التشارة لها اه انا عايز اقول ان اللي بيلعب في الاتنين اه فصعب ان هو يترشح لعضوية مجد صدرت الزمالك من وجهة نظرية ممكن وفي نفس الوقت يقول لكم هما بيبقوا يعني عملوا حاجات كبيرة جدا في الزمالك لما بيروحوا الاهلي بتبقى انجازاتها برضو اقل شوية لان المدة الزمنية لانه بيروح من متأخر ركبت الرضا راح متأخر ركبت الجمال حمزة راح متأخر فوقت مش هو ده حتى لا صديق لما راح شوية يعني فيه شوية حاجات كده مش مناسبة انا شايف ان يعني افضل ان اللاعب يلعب في النادي جماهيري واحد ويكمل فيه او ينتقل اللي عندي اخرى بلاش يروح للحتة الشائكة دي نلعب في النادي مالو الرضا عبدالعهل مش حاجبك فيه نا يا جميل جميل بس هي النقطة كلها ان دايما انت ممكن تبقى ليك اسلوب جميل في التحليل والناس تحب تسمعوا كده لكن هو فيه فرق كبير جدا اتكلمش على الرضا باتكلم في الاموم الناس اللي بتحلل فرق كبير جدا ان انا بقعد كده واتفرج على حاجة واتطلع على الاخطاء والعيوب والمزايا وكده ووجه في الاتجاه اللي يرضين وفي فرق ان انا ننزل اشتغل بنفسي لما بنزل اشتغل بنفسي بجد ان الدنيا يعني انا شايف ان شغلانة الكلام دي جميل اللي بيتكلموا ووليهم شغل فيها يحفظوا عليه لكن يراعوا بقى شوية ان في الاخر بقى ايه لا بتنزل تنفس بيبان حاجات تانية مختلفة شوية فهي بس بيبقى الحدة شوية في الكلام وعدم مراعاة انك انت بحط نفسك مكان الاخر في بعض الاحيان انا بتكلم على العموم مش بتكلم على حد حد ده وقت عشان يعني فترة من الفترات كان في انتقاد للاعب يعني خصك مروان محسن يعني انا اقول لك حاجة ومروان تحديدا انا كان عندي نفس يعني كنت وانا بالعب ما كانش عندي التوفيق عجون كتير ورد يعني كانت نسبة التهديف بس كنت وابز الجهد جامد جدا فانا مقدر اللي مروان بيعمله جدا وانه فيه فايدة للفريق كبيرة في وجوده فكانت فيه فرق بين ان انا انقض وان انا اقول كلا يعني اه اقول مش موفق اقول اجوان قليلة اقول حتى يمشي من النادي لكن فيه ساعة الفاظ بتتقال بتبقى مروهقة جدا للزوجة بقى والاب والام يعني لا احنا في الهوى الهوى ده لازم انت يعني فيه حاجات كتيرة تتقال واحنا قفلين الهوى لكن الهوى شغال لازم يبقى حريص جدا على مشاعر الناس لان ان انت ايه ان ايه العبد لا يلقي الكلمة لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تأهو به في النرة سبعين خريفة هتعمل ايه فيها دي لو حاجة اسأت لحده كده فنبقى حرصين شوية بالذات ان ايه هنبقى مسؤولين عن كل حاجة مروهقة محسن ماشي من الاهلي بنهاية السنة دي بص انا هتكلم عموم مش على مروهقة اي لعب يشارك بنسبة مشاركة تتخطى 60-70% يعني 32 المطشاط ما يمشيش من النادي اللي هو فيه حتى لو موفق او مش موفق لو نسبة مشاركته قلت عن كده لازم يفكر ان هو يمشي او النادي يمشي ما هو ما فيش نهي نمشي بقى يعني يمشي على اهلي وزمان في الاهلي مين اللي تخطى اول لما تخطاش نسبة المشاركة لا معرفش انا مش متابع بس انا هتكلم في العموم ان اللاعب انا لو عندي لعب مثلا لو ايمن عندي ايمن اشرف لو ايمن اشرف ما بيشاركش لا لا مش اصدي لو ما بيشاركش فوق 60-70% لازم هتناقش معاه ونقعد نشوف هل انا في مرحلة عمرية محتاج اقعد عشان الناحية المالية هنا جيدة ولا اقدر اخد نفس الناحية المالية وانا المرحلة العمرية بتاعتي صغيرة ولسه عندي اتنين محمد شريف طلع اعارة الاعارة دي عملت ايه عملت محمد شريف بالظبط علما بانه كان في الاهلي جايب خمس تجوان وعمل شغل كويس نفس الكلام يبقى ازا في الاخر في مرحلة عمرية خروج اللاعب بيبقى مرتبط بانه لازم يشارك عشان يقدر يرجع بس طبعا انا عندي نقطة بس ان لازم اللاعب لما يطلع يعمل سببات مستوى على القال سنة سنتين عشان تقدر تقوله انه يصلح وانه يلعب في الامديل كبير لانه حجم الضغوط مختلف شوية لكن لو انا سني بقى كبير 30 سنة ومستقرة حتى لو بلعب 50 وليت سلمان هل طبيعي ان احنا وليت سلمان يمشي لا طبعا يقعد حتى لو بيشارك 50% ويكمل في المرحلة العمرية والنواحي المالية هي اللي تحدد سهل جدا انه انت كمحلل او المشجع يقول انا عايز لكن الرجل التاني بيحسبها حسبة مالية وحسبة انا شخصيتي تناسب ده ولو رحت هنجحه ده لأ وايه الحوافز والسن كام ففي عوامل كتيرة بتحدد انت تعمل ايه لكن الناس مش شايفة ده مش شايفة ده فانا شايف ان لو مروان ربنا كرمه وشارك وشارك فترة قبل الاصابة الاصابة هي اللي منعي خلي بالك المشاركة في ظل عدم اصابة على نسبتي يعني ما تقوليش اسلوب قاله 14 مصاب متشع يماش محسوبين الفترة اللي هو كان متواجد فيها بيشارك قد ايه فوق السبعين في المية لا ده ما ينشيش ويحارب عشان يصلح من اخطاءه ويركز جدا عايز شغل عجون ويبتدي هو الراغل المقتنع بي بعد الفاصل اخم منك الاجابة ان شاء الله بعد الفاصل مكملين مع الكابتن كامل النحاس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بين منتخبي فرنسا والمانيا على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ وخسر منتخب ألمانيا على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ في مستهل مشواره باليورو أمام نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل في اللقاء المصير اللي جمع المنتخبين مساء السلاساء ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة واحتلق المنتخب الفرنسي وصاف الترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط خلف المنتخب البرتغالي المتفوق بثارئ الأهداف بعد فوزوء الكبير على المنتخب المجري بنتيجة 3-0 كمان ساقت منتخب الدنمارك على ملعب باركنستوديون بمدينة قبنهاجن أمام نظيره الفنلندي بهدف دون مقابل في الموجهة اللي شهدت إصابة نجمه منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن اللي كان قريب من الموت فيما طلق منتخب روسيا هزيمة كبيرة في افتتاح مشواره بالبطولة على ملعب جاسبروم أرينا بمدينة سان بوترسبرج أمام نظيره البلجيكي بتلات أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية وتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط متفوق بثارئ الأهداف عن المنتخب الفنلندي اللي بيتساوى معاه بنفس عدد النقاط بعد تغلبه على نظيره الدنماركي 1-0 بينما سقط المنتخب الإسكتلندي أمام نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل على ملعب هامبدون بارك في مدينة جالكسو الإسكتلندية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارئ الأهداف عن إنجلترا الوصيف بنفس الرصيد من النقاط فيما بتأتي كرواتيا 3 وإسكتلندا 4 بدون رصيد من النقاط كمان فشل المنتخب المجري في مواصلة سموده أمام نظيره البرتغالي ليخسر بسلاسية دون مقابل تدائي الأخيرة من المباراة اللي أقيمت بينهم مساء السلاساء على ملعب بوشكش أرينا بالعاصمة المجرية بودبس وتواجد نحو 67 ألف متفرق في مدرجات ملعب بوشكش أرينا اللي بيعد الوحيد في البطولة اللي هيشهد حضور جماهير بكامل قدرته الاستعابية بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة لسا مكملين الحوار الممتع مع تامر الدنحاس وأنا قلت لكم البداية يجيد الحوار بشكل كبير يعني كابتن تامر مروم محسن أنا قلت لك صعبة جدا التقييم الوقتي أنا شايف أن كل الانتقالات أنا عندي خبر هنا والله ما رضيتش أقوله لما يكون فوجودك أن تبلغ أنه ماشي هل الكلام ده صح؟ دعني مستحق أخصي خلي بالك ما فيش عقل هيقول كات ما فيش عقل هقبل الدوري ما يخلص في ثلاث شهور احنا الدوري بتاعنا هيخلص في تسعة بش عقل يقول أن أحد المهاجمين الأساسين اللي ممكن يلعب نهاية أفريقيا واللي ممكن يلعب في الدوري والكاس هقول له أنت ماشي مشتحيل أنا دايما بشعب أن مروم محسن ده واحد من أهم المهاجمين في مص يجيب جوال ما يجيبش جوال ده هو مفيد نحن بني لعب حداشر الملعب حداشر ده معنا أن المدير الفن بيحط كل الناس اللي تقدر تحقق له الفوز أيا كان بقى من اللي هجيب له طبعا أحد أهم مهام المهاجم إنه يجيب جوال طبعا وده اللي بيعمل قيمة النهاردة لما يجي نتكلم عن اللعب الكبار محمد صلاح إيه مسته المسريع ومهاري لا لأ إنه يجيب جوال طبعا كريستيانه إنه يجيب جوال المسي يجيب جوال فهتلاقي كل العظماء اللي يجب يشتغلوا على الجون حتى النهاردة لما يجي نتكلم على محمود علاء وأنه يتكلم مع الرمي صبري إيه مزيتهم يدفعوا كويس بيدفعوا كويس آه معقول بس الآخر بيجيب جوان القيمة بتاعتك إنك بتجيب جون ده اللي بيعمل قيمة لك مالية كمان مختلفة شوية فأنا متخيل إنه إنه هو أداءه بس ممكن إحنا بقى نيجي نقول إيه والله ده فيه بعض اللاعبين اللي ظهرت اللي بقيت تعمل كده فيه محسن صلاح محسن فيه مش عارف شريف فيه يرجع أحمد ياسر فممكن يبقى فيه فرص وكده لكن مستحيل حد دلوقتي يبلغ حد أو يقدر ياخد قرار قديت المثال ده من كم يوم على الرمي ربيعة الرمي ربيعة كان في يناير اللي فات ماشي من نادي الأهلي ماشي يعني خلاص يبحث عن نادي النهار ده هو الأساسي وما فيش غنى عنه إذن في الآخر قدراتك وشخصيتك وإنك أنت تحارب ممكن في الآخر تخليك تكمل حتى لو والناس كلها بتقولوا أنك تبقى ليه تقال عليك فترة من الفترات أنك أنت يعني خلاص الوكيل الأساسي والرئيسي والأهم في النادي الأهلي ماشي وبتحارب نال الزمان اللي أنت لعبت لي هقولك أنا لعبت للأهلي برضو لا يعني لعبت للأهلي سنتين نشئين برضو بس نشئين هبتكلم بعد خلي بالك الزمالك اشتروني سنة سنة 24-25 بمئة ألف جنيه ده كان رقم ساعتها اللي زي العشرة ومليون والخمسة كان رقم غريب جدا يعني أنك تعود اللاعبين ساعتها كان أعلى لعب في مصر ويأخذ أربعين ألف يعني قيمة العقد النهاردة بتدفع عشرين ولعب بيأخذ تمانية وخمسة يعني ما تعمل نسبة وتناسبة تلاقي الرقم كان كبير جدا يعني ولسي كانت سنة للأسف يعني عارف أنت في توريخ الأندية بيبقى فيه سنين كده لتبقى أسوأ للأسف دي كانت سنة سيئة وكانت القيمة 25 اللي كان فيها إسلام فتحي وفيها إسلام فتحي وكان بس كان فيه معانا طبعا كان اسماعيل يوسف كان عشر في أسم لا الأوت سنتها ما جاش معانا أنا وإسلام بس اللي كنا رايحين وكان بقى موجود كان عصام مرعي وكان عم منصور وكان حسين عبدالطيف وكان فرأة كوي لا 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 بس كان دول يعني كان آخر سنة ليه يعني كان في الأواخر بس كانت فرأة عظيمة جعل فتنصار كان موجود فكانت فرأة عظيمة جدا بس للأسف كل البطولات خسرناها السنة دي كانت سنة وحشة يعني ما تيجي تحسبها حتى الأداء نفسه حتى رقمك في الجدول فما جينا السنة الأخيرة أنا كنت حتسجل لكن كانت بيني وبين الدكتور رحمد عبدالله أخوي الصغير رحمد يا أنا هو يعني أنا هو عشان كان نقص مكان واحد في القيمة وكان حتى فيه فريقة كان فيه مدارة اسمه فرنر ده جي فترة الإعداد وبعدين مشي وبعدين جي كابتن فاروق والكابتن أحمد ريفعة تمسكو الله يرحمه وبعدين جي فرنر السنة اللي بعدها فرنر ده مشي كان أحد أسباب مشيانه أنه كان عادي يسجلني والإدارة قالت لا فمشي مني كان الإدارة أتهمي كان ساعتها كابتن دكتور جمال درويش دكتور جمال درويش في سمعين سليل كان مرتضى منصور يعني ما عرفش هل الرئيس وخلاص حتى منصورة حاج إبراهيم مجاهد مش عارف المصري كان حاج عباب بغوطة كده يعني اللي أنا بتعامل بس مكتش مداخل قوي في وسط الإدارة فكانت سنة فأنت كنت فأنت يعني عشان كده حاربتن زمال لا أبدا والله يعني هما مشهور هقول لك بص يسين خلينا نتفق على نقطة مهمة أنا مؤثر جدا مع اللعب أنا بتكلم على الوكيل مش تامر الوكيل مؤثر لا أنت تامر مؤثر بس بكلمة على الوظيفة بتاعتك هي أن أنا نصحه لكن أنت النهاردة لما تيجي تلاقي أن في فترة من الفترات النادي أي نادي من الاثنين مش هقولي الاسم عشان ما حدش يزعل نادي من الاثنين عنده استقرار مالي اللي هو لا بطولات قولي انتل ما طبعا يا ساعتها يعني واللعيب بيجي يختار هيروح فين هيروح النادي المستقل فعلا من كل عشر عندي كان واحد اللي بيقول الزمالك وتسعة بيقولوا الاهل مش عندي بس في أي حت لا قولي زي مين يعني قولي وقاءها لا ما هو وقاء عشان ما اذكرش يعني مثلا الزمالك مثلا محمود علاء مثلا اختار الزمالك مع أنه ما كانش الاهل عايزه يعني كان في كلام قوي بس هو اختار الزمالك وكان محمود شخصيته مختلفة لكن الباقي كله شخصيته مختلفة ايه طيب إحنا ما نجي نتكلم على اللاعب ونجي نقيمه وبيبقى لي علاقة بالجزء الثقافي والتعليمي ساعات بيبقى لاعب يعني تعليمه قليلا شوية أو ثقافته قليلا شوية فيتعبك شوية في الاختيارات أو يبقى سهل أنك تأثر عليه محمود علاء محامي قليل قليل حقوق واللي ما درس حقوق ده عنده مشكلة الحقوق دي من أهم من الكليات اللي لو أود بأن تدخل زريف أنا حريك حقوق كويس وأنا برت بعد الهندسة خدت حقوق بسم الله عن شمس والقاهرة لا أنا خدت عشان تعليم بفتوح القاهرة لكن الهندسة كانت القاهرة لكن أنا أتكلم على أنه هو في صاحب شخصية فبيقدر يختار فهو مثلا محمود حطي في دماغه إلا هيشتريني هروح له أي أن كان الوضع في الزمالك كان فيه يعني فلوس كتيرة كان محمود علاء يعني في الفترة اللي الزمالك اخدوا فيها كان 12 مليون وده كان رقم غير الطابق كان أعلى رقم ساعتها كان مرار محسن قبلها بسنة 10 مليون وجيه محمود علاء 12 مليون اتدفع في المدافع وادفع وكاش كان المسؤول المرتضى كان عنده خزنة كده حطت فيها الفلوس كان يجي الناس تلم وتمشي كان يعني هديل غريبا يعني بتقول لي كان عنده فلوس وحط فيها الخزنة الفلوس طبعا اللي هي الخاصة طبعا اه فتلاقي النادي تبرع ولو بجنيه كان في عنده حجز على حسابات فكان بيحط الفلوس في الخزنة ايه فكان اللي بيشتري انا بكلمك انه هو اكيد كان عنده ازمة وقعا بس ما كناش بتلاقي اه تبرع ولو بجنيه طيب وانا ليه تحفظ شديد على الموضوع بتاع الحساب البنكي واللي تبرع وكده لان ده يؤدي الى ان انت بتصدر ان في مشكلة مشكلة كبيرة في النادي ومع ان خلي بالك بقى الحصول على موارد ممكن يبقى سهل بمعنى انت لو انت ما عندكش موارد وهتفقد حاجات كتيرة جدا طب ما تبيع لعيبة معادي جدا وتبيعها بأرقام كويس ما انت بيجي لك عروض لانت لعيبة كتير زيزو عنده عروض بنشارقي لو عايزت في الاخر ووجود كل الناس دي بيحقق بطولات اول بيحقق معانا هقولك اهو من ريح نبسين اهو وجود الناس دي خليك تاخد بطولات ووجودها خليك ما تاخدش بطولات يعني من غيرها بتاخد وما بتاخدش وبيها بتاخد وما بتاخدش فما فيش لعب هيبقى مؤثر زي ما قلت لك احنا بنلعبش تنس ولا سكواش تلعب كورة فانت محتاج المنظومة نفسها تبقى كويسة فممكن تعويض بعض اللعبيل لانا ما فيش حد يعني فالتة ساسي تعويض طبع بمين خلينا بس ان نقيمه ساسي لعب يمتعك في الكورة لكن في نفس الوقت حجم قبل الاصابة حجم الايجابية اللي كان بيعملها جيدة جدا لكن لا تناسب القيمة المالية خلي بالك القيمة المالية هي بتحدد برضو انت بتاخد ايه يعني احسن الشاحات مظلوم مش عشان هو لعب وحش لعب قوز جدا مؤثر جدا طبعا تقييمه على القيمة المالية طبعا حال انت ما بتشوش الناج الاهلي اخطأ ان هو يجيب لعب بالقيمة المالية ده طيب يعني عشان اقول اخطأ او ما اخطأش دي بتاعتهم لكن لما اقول رأيي انا رأيي انا الشخصي ان انا لما احط هذا الرقب في اي لعب حتى لو هيجيب لي ايه انا شايف ان ده بيعمل ازمة حتى في التفاوض مع الاخرين يعني خلي بالس انا دفعت 5 مليون دولار لما باجي اشتري لعب قيمته 5 مليون جنيه بادفع 15 لان الناس هو بتتفاوض معك بتحسبك على الفلوس اللي انت بتدفعها وقادر تدفعها فانت بتصدر مشكلة ممكن ما تبقاش شايفها النهاردة وهتشوفها بعدين غير كده الحمل نفسه الحمل يعني يعني دايما رغبات الجماهير بتبقى مؤسرة في اختيارات الاندية وقراراتها ولازم لو انت يعني هتبقى بروفيشنال بنسبة 100% لا ما تعملش قرار عشان الجماهير يعني ليها نسبة لازم ترضيهم طبعا واهم حاجة للجماهير ورضاها ايه انك تكسب مش انك تجيب لعب مش انك تجيب لعب يعني عدد اللعيبة اللي جات الاهلي عدد اللعب جات الزمالك ومشت بعد سنة او سنتين والجماهير مزعلتش يعني وهي ماشية لانك انت ماشي في طريق الاندية هتزعل لو انت خسرت بطولة فلو الفلوس انت عجزت معاك او صرفتها في خلي بالك مشكلة معظم الاندية اللي بتعاني مش انها ما عندهاش فلوس هي انها لا تحسن صرفها والموضوع في الاخر مش كامية جزء منه ليه علاقة بالدعاية والرعاية كاهلي وزمالك وجزء منه ملوش حل غير بيع لعبين يبقى انت لازم كنادي تطور ادارات السكاوت عندك عشان تكتشف لعبك كويس وبعدين تسوقهم وفي النص حتة جبيرة محدش بيعملها اسمها التطوير انت بتعمل ايه عشان اللعب يتطور عشان ترفع قيمته وبعدين فتح افاق تسويقية جديدة تعملها ازاي هتبيع لمين ما انت الاندية الصغرى بتبيع للاهل وزمالك هيبيعوا لمين لازم يفتح افاق في الخليج ويفتح افاق في الربع عشان يقدر يجيب ارقام كويس هيقدر يشتغل بيها لكن للأسف الحاجات دي يعني ما فيهاش تركيز شوية الاهلي النهاردة جاب مدرب تشيكي هياخد تلات لعيبة صغيرين هيتلحهم بداية الطريق بداية الطريق للبحث عن شكل من اشكال الاحتراف اللي ممكن مع المستقبل يجيب فلوس من القطاعات النشيية طيب انت عمالك بتقول لي ان السبب اللي خلاك تروح ناحية الاهلي هون زمالكوي والاهلي انا بس يا سيدي انا كنت اهلاوي طول عمر وما لعبت في الاهلي انبسطت جدا لما عشان الاهلي زعلت منه جدا جدا ويروحت الزمالك بقيت زمالكوي جدا لما بشوني زعلت منه جدا فانا زعلان من الاتنين يعني طيب لكن انت كان تركيزك اكتر او انت دايما شغلك اكتر معنا الله الفترات اللي انا كنت اللي كان فيها كده يعني الاخر خمس سنين حتى في وجود المشهر المرتضرة كان علاقة بيهم كويسة وديم محمود علاء ومحمد عنطر وكان قابلهم احمد حسام وعلاق عبدالغا يعني فيه اعداد كيبي احمد مدهولي يعني فيه اعداد كتير انا وديتها الاهلي خلي بالك هو كانت المشكلة عند الزمالك مش عندي هما كان بقى لعب معايا يبقوا خايفين ان انا وديه الاهلي فيحاولوا يكلموه من وراي فكان بيحصل جزء فيه مشكلة لكن ليل امنا لا يا مرتضة ولا قابله ولا بعده قابله لا مع مرتضة ومحمد مرتضة ومحمد مرتضة وكده الامور يعني كانت احسن شوي افضل شوي مش هقول هي الكويسة لكن خلينا اقولك في التعامل انت في الاخر حتى كوكيل اللي ما بتيجي تتعامل عايز تتعامل مع حدي يبقى صادق معك وحد يديك حقك فلو انت مش هتبقى صادق وتلف من ورايا او مش هتديني حقي هشتغل معك ليه فلازم انت تتحقق المعادلة دي برضو وفي الاخر انا على العال ده ضمن نفسي انا مبكذبش عليك العيب هيجيلك بقولك هيجيلك مش هيجيلك مش هيجيلك انت بقى عايز تروح تجيبه يعني احكي لك قصة غريبة جدا محمد عنطر انا مثلا روحت النادي الاهلي قلت لهم في محمد عنطر اقولوا لي مش عايزيني مين لا لك مش عايزوا يعني الادارة الفنية مش عايزينه خدت انا بعض يعني سيد لجنة انا مش فاكر مين لكن انا عرضتوا على النادي الاهلي قالوا لأ يعني مش هو اللي عندي الكلام ده كان في اول يناير جينا في نص يناير انا قعدت مع كابس من يوسف ومضيت عنطر في الزمالك جينا في اخر يناير الاهلي راجع عايز عنطر انا ممكن اعمل ايه خلاص بس ماضة وليسه استغنته ما طلعتش استغنى ما طلعتش فانا قمت قايل يعني اللي كلموني من الاهلي طول ما انا مش هقدر الدخل اللوامين حد يكلمني من الاهلي بيقولوا اللوامين بقى اللي حد كان عصام صراك ساعته فقلتقول عصام حصل كذا كذا وانا مضيت اللاعب في الزمالك انتو في استغنى لو جبتوا الاستغنى بصفة وكي اللاعب هجيبوا واجه لكن انا مش هساعدكم انكم تاخدوا استغنى لاني عندي الاتزام مع الزمالك فلما الاهلي دخل في الموضوع وكان قبقى وساينة وعدنا يخلص وبعدين الامور وقفت لان حاج محمود القصيوطي برضو نفس الكلام لقى لخمشون مليون كهش حارب انت الرزم كده فانت تعرف لو ودك شيك ما بنحسش به اه هو يعني مرتبط سوكا بيدخل يا حسسك فتخلك 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 فالوش فتقوم انت ايه تيجب انت ايه نفس نكوش قادر زي موضوع عبدالله السعيد نفس القسم ان انا سئلت على عبدالله فبقى قلت له الفين روزمان تينات الفين روزمان تينات لما تشافه كده صعب جدا انك تقدر تاخد اي قرار غير انك تاخده متمشي تعاف لو شيك كان فتر يعني شيك مكتوف ورقة لكن الارقام فهي انت ادخل عليك بالفلوس برا بالمناسبة كان في اتنين لعيبة مهمين جدا عم سلام نجاح وهاني سعيد اه طبعا كانوا جنتقلوا من الحرس والحدود للمصر كان في كلام في الزمالك وكده وكان سعيده كابتن حسن الحسن اللي مازي فكلمت مع مستر كامل ابو علي فهيجوا تاني يوم هياخدوا مقدم مليون جنيه وده كان رقم خيالي انه ياخدوا مقدم في ادهم يعني فجاب الفلوس احنا بنتفاوض فالولاد بيتكلموا في كذا رقم وكده وانا معهم فالراجل دخل كان لابس نص كمه كده ومسك الكيس كيس اسود فيه المليون جنيه هنا ومليون جنيه هنا فالوقت يعني اللي شايل عرقه طالعة لان مليون جنيه خمسين روز ممكنات تقيلة فهم ما شايفين الفلوس جاي كده مبتروس يفكرون له في تفاوض اوه ما بس عايز كامل خلص اوه ما بس عايز يلا كامل خمس اوه ما طبعا عايز اخد الفلوس فالناحية المالية مهم جدا هي ناحية المالية وهي سياسة وهي زي ما بقول الحرضك يعني هفضل اركز يعني ده الكلام يا جماعة جاب بالصدفة اليوم اللي بيعلم فيني اتزا مالك اللي اتبرع ولو بيجنيه فوكيل لعبيين كان يعني بيتعامل فترة من الفترات معنات زمالك بيقولك الفلوس كان بتدخل على اللعيبة بالرزم يعني أنا بكلم في الانتقالات يعني كان المشهر المرضى كان بيهتم جدا في الانتقالات إنه يدي الناس الفلوس وحقها وكانت أرقام برضه وكانت بتبع الأرقام مبلغ فيها برضه يعني دايما أنت الحجة المتمانية بيأخذها بعشر عشان ينجز عشان ما يحصلش لكن أنت أنا بكلم على تدبير الموارد ما فيه فترات كان بيبقى فيها بعض العوائق المالية في كل الإدارات عندها طبعا لكن يا الفترة دي أنت إزاي تدور على تنمية مواردك بالطريقة الصحيحة بالذات أن أنت عندك ثروة فعلا من اللعبين مهما بيعت منها ومهما حصل مش هتختل التوازن ولا هيحصل مشكلة بس المهم أنك إزاي تدبر الموارد اللي تخليك العقود أنت ناعدة لو جبت بندل العقود في أي نادي لو عايز تعدل ميزانية أي نادي وتريحها أكيد مش هتروح تنزل من فندق فايف ستارس للفور ستارس ده اللي هيبفر لك لأ طبعا أنت هات العقود وشوف القيم كده ولو درت تنزل بمستوى العقود للنسبة الجيدة أنا أظن هتلاقي نفسك وفرت وقدرت تعيش عيشها كويسها في الشغل بتاع الماليات بالذات اللي أنت بتقول عايزة وفر مع أنت النهاردة ليه نادي عنده أزمة لأنه عنده لعب بياخد 30 مليون وعنده لعب بياخد 20 مليون طب هتجيبهم منين دول اتنين دول بس الخمسين مليون دول ميزانية عقود اللعيبة في عندها تانية كلها فدول اتنين لعيبة بس في مبالك بالباقي فعشان كده لو أنت قدرت تعمل بالانس بين العقود حتى في العقود تربط حاجات لها علاقة بالبطولات ادي الناس 15 لو واحد يستاهل 15 ديله بس تربط خمسة منهم لتحقيق البطولات يبقى أنت في الأخير لو جاب لك بطولة فعلا يستحق أنه ياخد حط شروط فردية وشروط جمعية مشاركات وأهداف للعب يبقى دي حاجات فردية ياخد عليها فلوس وحط حاجات جماعية أن النادي يحقق بطولة لأن ده الهدف مش الهدف أنك تجيب عشرة جوان والنادي يخسر فحط حاجات كتيرة تقدر تقلل بيع الفلوس إلا لو كسبت ساعتها هتأخد أنت بقى فلوس من البطولات اللي بتحققها ومشاركات الأفريقية اللي هتحصل هتوصل لها صعب صفقة أنت عملتها اللهي ما فيش حاجة بس يا الصفقات اللي كانت بتتم من الإسماعيلي للأهل دي كانت بتاخد مننا يعني بعض الوقت مش عشان الإدارات مش عايزة عشان الجماهير عشان الجماهير كان الناس وكان دايماً بيبقى أنت آخر سنة يعني دايماً اللعب بيبقى نوقس له سنة فالإدارة بتبقى مش قادرة حتى تسمع كلام الجماهير في الموضوع لأنه هم شبلاش لأنهما دي حصلت لهم في كذا العيب كان فيه خيري وكذا العيب مش وفري فهم ما قدروش الأندارات ودي عندها حق أنها بتبيع فكانت بتبيع بقى سأل عبد الله كان لسهل وسنة كان شريف عفضي ليسهل وسنة كان سيد معوض برضو نفس الكلام فكل الناس اللي خدناها من الإسماعيلي للأهل اللي هم كم لعب تقريباً يعني أنا أظن أنا تحديداً ممكن ستة أو سبعة مثلاً بس مهمين سبعة العيبة اللي هم اللي كانوا خدوا الدول للإسماعيلي يعني أنت عايز له شير إشارة مش بتاعتي لكن لكن هو طبعاً في ظل الاحتراف أنت بتبحث عن اللاعبين لأن أنت عشان تجيب لعب للأهل والزمالك لو ما روحتش اخترت من أندي عليها ضغوط مش هتعرف تجيب لعيب ينجح معاك فكل اللعيبة اللي بتنتقل من الإسماعيلي للأهل والزمالك الضغوط اللي بتمر بيها مع جماهيرها مع برضو محاولاتها لتحقيق أهدافها فإنها تنجح بيقدر ينجح مع النادي الأهلي أكثر خليني سألك كده سبع لعيب أنت هل بتقولي من الإسماعيلي يعني لو عدتهم هيوصلك لو معي شريف عبدالله صح سيد عماد طبعاً لا عماد ما كنتش فيه ولا بركات عماد وبركات لا ماشي وقدتنا وقدت لهم أحمد صديق كنت خدته تاني للأهلي بعد ما ودته إسماعيلي خدته للأهلي تاني أحمد صديق أدربع لا إحنا قلنا أكثر سيد وشريف سيد وشريف وعبدالله وكان خيري بس خيري راح انتقال حرة فما كانش فيها كان ماشي فري وبعدين راح ماشي ومين تاني ومروان وصديق أدي ستة كويس بخيري سواع صح ده غير النحاس وبركات بس دول جمعة لفترات متخلصة لا يعني بتكلم من التسع لعيبة مفاتحي راح وبركات راح بس دول راح وبعد انتقال لأندية أخرى يعني برا مصر لكن هي النقطة كلها أنك لو يتحدد آه من حق في زمن الاحتراف أنك تحصل على اللعب اللي يحقق لك طلبات رمضان صبح غلط لما راح بيرامدس ما تقدرش تقول غلط لأن انت عشان تاخد قرار وتقول غلط أو لأ لازم تحط نفسك مكانه لكن هو النقطة كلها اللي وجهة نظرنا الشخصي أنا قلتها قبل كده أن السن كان يحكم الاختيار ده لو كان سنه أكبر من كده شوية كنت أقول إن القرار ده مليون في المئة صح لكن في سن رمضان وجهة نظري إن كان القرار ممكن يبقى نحن لسه بنقول حاجة تامة الفلوس لما تدخل على اللعين ما هي كتئص خلي بالك كم مليون جنيه خلى هنساعده قيره المليون جنيه لواحد بياخد مئة ألف في السنة يبقى مؤثر لكن لو أنا هيخد عشرين وتعرض عليها تلاتين الحمد لله عشرين كويس بس أماشي بس أنا ما تردش عليه تلاتين يعني الفرق مش عشر مليون أنا أظنش إن الفرق كان عشر أنا أظن إن الفرق كان في المؤدم اللي اتاخد يعني الرقم اللي اتاخد في الأول أظن ده اللي عمل فرق لكن أنت يعني أنا كان نفسي أنت بتكلم على واحد فعلا كان ممكن يبقى أسطورة للمكان أنا زعلان على كده لكن مش زعلان أنه راح برامز ولا خد فلوس ربنا يكرمه أبس أم يعني هل هو هيتأثر لا هو هيتأثر طبعا مدى حياته أن في الآخر كان فيه يعني ناحة جمهورية طبعا طبعا وده التأثر لكن ناحة الفنية لا هو قدراته اللي بيعمله في برامز كان بيعمله في الأهلي يعني هو بيعمل نفس اللي بيعمله هيروح منتخب الأمبيه هيروح منتخب مص هيتحمل الرمضان هيتحمله السنين الجاية دي عشان شخصيته تتحمل ده لكن أنا ممكن أقول أن الاختيار نفسه هو اللي لازم يحدده طالما اختاره يبقى ده الخير ريه رجب بكر في الزمالك السنة الجاية؟ أو لا بسرعة يعني مش قادر أقول أو لا بس أتمنى أتمنى أن رجب يعني فيه مفاوضات يروح كان فيه مفاوضات أنا الفترة دي لسه لأن أنت برضو خلي بالك لو جيت تحسب الزمالك كان محتاج فعلا بكرايت لكن حاليا أنت بتتكلم على حزب ما فيش غينة عنه بين أحفاظه من الإصابات مثل لوسي بعد ما كان فيه كلام من نهائي أنه يتحرك أنا شايف أن أداءه في المطشاط اللي بيلعبها بيتحس جيد جدا فممكن التفكير في البكرايت ما يبقاش هو الأولوية الأولى للزمالك والله أعلم وعنده محمد عيد برضو حاج طالع طالع كويسة لكن يفكروا في بكرايت ممكن لكن رجب أنا شايف أن رجب يعني هو طبعا بتاع بيرامدس يعني هيرجع لي بيرامدس لو سراميكا ما فعلتش لكن أنا شايف أن رجب كان فعلا براحة جدا براحة جدا نلعب في أهلي أو زمالك عبدالله عبدالله مين عبدالله سعيد ما يمي لي عبدالله مين لا يعني هل هو مكمل هل بيفكر يعني عبدالله ده شخصية مختلفة خالص خالص يعني تعاملت معاه فترة من فترات حيثه أنا اللي أخد عبدالله للأهلي لكن حاليا أنا مش وكيل ولكن هو هو عبدالله هي مش شتمة يعني أنك تبقى ما يهمكش اللي بيحصل نسميها في لغة آه عنده ثبات آه يعني ما يميش أي مشاكل خالص وحياته حتى المستقبل بالنسبة لعبدالله زهنه فيه مختلف خالص عن الناس يعني ممكن عبدالله في نهاية حياته ما تلاقهوش هنا عبدالله يستفر أمريكا يعني مش في دماءه خالص هو هيفضل يلعب أنا متخيل أنه لازم يعني لازم يفضل في برمز لحد ما ينهي بقى حياته ده رأيي ما يروحش الزمالك ما يروحش نادي جماهيري يعني زي ما قلت لك يعني عشان يعمل إيه يعني ممكن إيه اللي يعمل الجماهيري أنت لسا بتوعى رمضان صبحي فقد الجماهيرية في ناديه ماعتقدش نادي الزمالك هيقدر على مرتب عبدالله اللي بياخده في برمز ودي هتبقى نقطة محورية في سن عبدالله أنه يتنازل عن أنه ياخد ياخد نص العقد بتاعه ليه في السن ده ما كانش عامل الخطة الناس الكلام ينطبق على أي لعب انتقل من الأهلي إلى برمز ما يروحش الزمالي علشان القيمة المالية لا حالة عبدالله مختلفة لأن قيمته مختلفة لكن اللعيبة اللي تلعب في الستة والسبعة هتروح طبعا لا أنا بتكلم على اللي راحه من الأهلي لبيرمز ما أنا بحكي اللي راحه حسب القيمة المالية أنا معرفش قيمة المالية بتاعت الناس لكن اللي باخد قيمة المالية مثلا العشرين مليون يعني حدث رمضان مثلا لا ما اعتقدش برضه الرمضان هيكون بياخد كام في بيرمز علشان يروح الزماليك ويددله كام ها بس خلي بالك أنه حجة مهرية والشعبية والإسمه يعني رمضان هو بحبه جدا ويفاجئنا يعني بس معرفش ممكن ياخد القرار لكن أنا أظن أنه هو بيرمز لو عايزة تستثمر صحها وتحس أنها يعني ما عملتش حاجة مش مزبوطة أنها تحاول تسوق رمضان برى مصر هو يستحق أنه يحترف بصراحة بصراحة يعني كامكانيات يعني مهم جدا يستحق أنه يحترف كريم العراقي إيه طيب كريم العراقي يعني بجت نظر أن أنت الفترة من الفترات متهم من قدرة المصر أنه أنت بتحرضه على عدم تمديد تعاقدي بص هو إحنا زمان أنا كنت في المصري كان عضو مجلس دارة كان مهان سامير حلبية ما خدنا الكاس كان رئيس مجلس الإدارة كان عبدالله وكان عضو مجلس الإدارة مثلا حج أحمد منسي يعني كان فيها أسماء وكل واحد منهم يقدر يبقى محافظ الأيام دي إدارات الأندية بيبقى فيها بعض الناس اللي ممكن تبقى يعني كانوا مشجعين محبين فنتيجة الأحداث والكورونا والثورات والمشعارف إيه خلت الموضوع في الآخر إيه أنه ممكن الناس اللي تبقى موجودة تبقى عضو مجلس إدارة بس بصفة مشجع فأفعاله وكلامه ما بيقال يعني لا ترقى للمسؤولية طبعا فالنهاردة كل الكلام اللي تقال كلام يعني أنا مش قادر أعلق عليه إنهم أصحابي خلي بالك كلهم أصحابي في النادي المصر ومجلس دارة المصر لكن الناس اللي طلعت تتكلمت وهي واخد صفة المشجع بيصعب علي لأنه مش فاهم دوره أنا ضد المدرب المشجع وضد عضو مصر المشجع أشجع نديك لكن أنت بتدير فلازم تدير بأسلوب تراعي فيه إنك أولا ما تكذبش لا ممكن الناس تكذب تقول كلام بيه كذب ماشي ممكن تيجي تقول كلام مش حقيقي عشان أنت عايز الجماهير أنت عندك مشكلة يعني مثلا أنت لما تيجي تجدد لكريم العراقي وهو واخد البطولة اللي خدها وجابها هدف البطولة اللي كسبوا بيه وفي الآخر عايز تديله ومسلا هو بيأخذ 400 وعايز تديله 800 فهو قال لك مليون ومئتين فأنت ترفض يبقى من اللي غلطان اللي يتأخر في التجديد عالمان منك اديته المليون ومئتين بعد كده بس أنا بتكلم على إنك أنت ممكن أسلوبك في التفاوض أنت بتقول الأصل في عندنا فلان يا حبيب قلبي قيمة هذا ووضعه مختلف عن قيمة هذا وضعه هتشرح هذا الكلام هتؤدي لأنك حتى هتظهر الناس دي إنها مش قادرة تدير بالطريقة الصحة لأن في الآخر هو كل عقود العب تبقى زي بعض أو كل الناس تعملتها زي بعض لكن كريم أنا أظن مستوى حتى الفترة دي إن كريم بعون الله بعد الأولمبيات إن شاء الله يجيله حاجة بره بس طبعا هيبقى عندنا مشكلة بس في فترات القد والانتقال كريم لازم يسافر بره محمد شريف مين محمد شريف محمد شريف حالياً لكن محمد كان في كلام مثال إن حاج جبت له عروض خارجية على الكلام صح؟ لا هو كان يعني يعني ساعة كان في حاجات لكن طبعا رجوعه للأهلي وقفه حالياً بقولك مش شغال معرفة طبعا صعب إننا إننا في الشغل بتاعنا إما تشتغل وسيط إما تشتغل مدير أعمال وسيط يعني أنا أقدر أجيب له عروض خارجية ونتعاون لكن أنا بحب اللعب بتاعي اللي هو موقع معي اللي أنا مدير أعمال هو اللي أنا أشتغل طيب حجازي أحمد حجازي مش معنا بتسأل حجازي لا يعني أنت فترة من الفترات كنت بتتعامل معه حجازي أنا روحت معه ساعة من راح في فرنتينا لكن بعد كده في شركة انجليزي هي اللي اشتغلت معاه في برومتش وهي اللي خدته بس المفاجأة أنا مقابله النهاردة عشان كده بمستغرب جدا اللي أبقالي يعني مثلا سنة ما شفتهوش والنهاردة قابلته وفطرنا سوا كان جميل يعني وهو هيكمل في السعودية الناس هناك خلاص فعالة العقد الشرى وهو إن شاء الله هيكمل وهو مرتاحين في السعودية مرتاح جدا وأهل ومرتاحين وهو حجازي ده النبي عليه السلام لحديث جميل وبيقول الناس كإبل المئة قلنا ما تجد فيهم رحلة يعني من كل مئة واحد هتطلع رجل حجازي هذا الرجل حجازي من الشخصات مفترمة جدا عمر السولية طيب السولية يعني السولية موضوع التجديد هيبقى في نهاية الموسم موضوع ما فيهوش خلاف كان حصل شوية تلغط على موضوع إنه هو فيه عروض بتنسع إليها أو بتيجي تفكر الناس زعلت شوية من فكرة إنه ممكن يتحرك يعني ده طبيعي إنه أي لعب بيصل لسن التلاتين بيبحث عن إذا جات العروض بالذات في مستوى عمر أو غير عمر بيبحث عن عروض أو بتجي له عروض فلازم يدرسها مع نادي ويبصوا على المصلحة فالناس دققت قوي في فكرة إنه أنا قلت لو حتى جات عروض فإحنا ممكن نجدد ونطلع إعارة نزعلت قوي من هذا الكلام مع إن كلام لو إنت حسبته هتلاقي إن فيه انتماء من عمر للنادي إنه هو مش عايز يمشي إنه لسه له سنة ممكن يستنى ويمشي ببلاش هو مش هيعمل كده مع النادي هو ممكن يجدد تعاقده وما يمشيش لو النادي لأهلي محتاجه ممكن يتحرك إعارة لو جات له حاجة وهو لسه ما فيش حاجة لكن أكيد في ساعي بشكل أو بآخر لأن أنا دوري كمدير أعمال مش إن أنا سيب اللعب بتاعي في المكان بتاعه دوري إن أنا أسعى إن أنا أجيب له فرص أخرى يروحها هو بقى أو ما يروحها وشنا دي وفق وشي أو ما يمشوش دي مش قضيتي فللأسف يعني في بعض الشباب وبعض المسؤولين وبعض الإعلامين اللي منتمين للنادي أو ده بياخدوا الموضوع ويجتزئوه واخد حتة يعمل بيها مشكلة ويصدر مشكلة لكن عمر بيحب النادي الأهلي جدا وهيجدد في النادي الأهلي إن شاء الله كنت انتوين نحاس أنا ساعد بيك بنا أكرمك فكر أن أنت تدخل تخبطت هذه الكرة بقى جاءة بنا أكرمك شكرا كنت انتوين نحاس المأوليين والمصفي والزمالك الأسبق وفي ناشئين الأهلي والمنصورة بكرة حلقة خاصة مع النجم رضا عبدالعال وتخطية طبعا قبل مباراة بعد مباراة زمالك وأسوان وقبل المباراة الهامة والمرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي تصبح عرف